وطبعا الشيء البديه والطبيعي إذا تكلمنا عن الموت لازم نتكلم عن القيامة ودي نمرة خمسة نمرة خمسة تفضل أما مش بس أذكر أن يسوع مات في ترنيمة بتقول لو كان صليبك أنهى قصة حبك لما كنت الآن أهتف لما كنت الآن أرنم عشان كده الرسول بوليس في رسالة تمساوسة الثانية أصحاح اتنين آية تمانية بيقول لي ابنه في الإيمان تمساوس أذكر يسوع المسيح المقاوم من الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي أو أتذكر أنه بس يسوع مات ودفن في القبر كل واحد من الأنبياء القبر بتاعه يعني الجسد بتاعه موجود جوه أو العامة إلا قبر المسيح هذا طبعا يعني يعني غني عن ذكر هذا الأمر أنه كنت طبعا زرت الأماكن دي وزرت القبر الذي يقال عليه قبر المسيح أنه القبر الفارق أذكر القيامة البهية أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي أو أتذكر أنه بس يسوع مات لا دا يسوع مات وقام أسلم لأجل خطيانا وأقيم لأجل تبرينا وهو حي إلى أبد الأبدين وشو التحريد بالنسبة للقيامة؟ التحريد على طول بعدها على طول يقول له الذي فيه في يسوع المسيح المقام أحتمل المشقات حتى القيود كمذنب ولكن كلمة الله لا تقيد لما أدرك وأتذكر قيامة المسيح حينئذ وحينئذ فقط أستطيع أن أحتمل الألم والإضطهاد والقيود حتى الموت من أجل أنه المسيح قام من الأموات ترجمة نانسي قنقر